السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في الفيديو جديد من مطبخي مطبخ شيماء عبدالغني شوفنا مع بعض في الفيديو اللي فات طريقة ومقادير كفتة الرز مقادير مزبوطة جدا و طلعت معنا تحفة بالمنظر ده و قولنا في الفيديو اللي فات ان شاء الله حنعمل فيديو علشان نشوف طريقة طبخ كفتة الرز اغلب الناس بتطبخها على سلسة فقط لكن النهاردة نحن عملها على بطاطس وتقدري كمان تطبخيها على اي نوع من انواع الخضار اللي انت بتحبيه يعني ممكن الفاصولية البسلة و كمان اللوبيا بتبقى طعمة طحفة جدا مش عايزين نحجب نفسنا في وصف معينة نحاول نغير علشان التغيير مطلوب طبعا انا جربتها كذا مرة على اي نوع من انواع الخضار خصوصا اللوبيا و البسلة و الفاصولية الفاصولية النشفة و اللوبيا النشفة و البسلة بصراحة كانت طحفة جدا نزلت هنا بالبصل مع الزيت او السمن و حفظة لأقلب لغاية لما لون البصل بتاعي يدبل و يبقى لونه اصفر انا مش بحب احمر البصل قوي ناس كتير ماشيين على الوصفة الاساسية اللي هي الكفتة بالسلسة بس بس انا بصراحة حبيت اغير في الوصفة و عملتها على بطاطس و عملتها بلكده برضو يقوم بسلة و اللوبيا و فاصولية نشفة وبصراحة الوصفات كلها تلات مزبوطة و عطي الطعم تحفة جدا جدا يعني بصراحة انا حبيتها اكتر على الخضار اكتر من وهي على صلصة بس هنا كمان بعمل البطاطس نيف ناي يعني ايه نيف ناي يعني انا بنزل بالطماطم و كمان بنزل عليها بالبطاطس على طول مش بستنى لما الطماطم تتسبق تقدري تستني لما الطماطم تتسبق عادي جدا بس دي طريقتي في طبخ البطاطس بحب الطريقة دي جدا و بتعجبني خلاص كده هي تعتبر البطاطس دخل على سوى او قربة تستوي يعني قبل ما تقرب تستوي قوي بنزل عليها بيئ الكفتة علشان الكفتة مش بتاخد سوى كدير يدوبك غلوة او اتنين وبطفي بحط الملح في الاخر بحط كمان على البطاطس شوية سكر صغاري بحط ملح وفلفل اصمر بتحط بقى التوابل بتاعتك اللي انت بتحبيها سوع بهارات شوية كمون بستعملهم على البطاطس اي بقى توابل بتحبيها في الطبيق بتاعك تقدر تحطيها زي ما قلتلكو دي معلقة السكر يبقى انا حطيت ملح وفلفل اصمر وسبع بهارات ومعلقة من السكر صغيرة بتدي طعم حلو جدا للبطاطس خلاص كده هي تعتبر قربة تستوي وبحب دايما البطاطس بتاعتي ما تبقاش مهرية يعني تبقى مسكة نفسها كده شوية هبتدي بقى باذن الله قبل ما يتستوي قوي هحط الكفتة والكفتة زي ما اتفقنا مش هتاخد منك سوبة كتير وهي متماسكة جدا يعني مهما ده غلط مش همتقلقيش خالص بس التزمي بالمقادير بتاعتي في الفيديو اللي فات وان شاء الله باذن الله هتطلع متماسكة معيك ومش هتفك منك خالص التزمي بس بالمقادير اللي انا عملتها بكون مجهزة كده حوالي اربع او خمس وصوص من الطوم وبكون مقطعهم وسايبهم في شوية زيت علشان هحمرهم وهحطهم على البطاطس والكفتة خلي بالك كويس قوي علشان الخطوة دي مهمة جدا بتخلي بتواتي البطاطس في حتة تانية خالص ان انت تجرب ان انت تعمل لها طاشرة زي الملوخية في الاخر وكمان احنا مش منهرس التوم علشان ما يتعبناش قوي بالنسبة الناس اللي بتتعب من التوم لأ انا بقطعه زي ما انتو شايفين كده مش بهرسه وبحمره في شوية زيت وبعدين بحطه على البطاطس في النهاية خالص وبعد كده بط فيه جربي الطريقة بتاعتي في طبخ البطاطس وان شاء الله مش هتندمي بحط كده الزيت مع التوم على النار وبفضل كده شوية على النار لغاية لما التوم يبتدي ياخد لون اصفر شوية ويشم ريحة التوم وبعد كده بنزل على طول على البطاطس بتاعتي بالتوم وبقلب كده تقليب او اتنين ويدوبك تغلي غلوة واحدة وبعد كده بطفي وبتكون خلاص وصفة النهاردة جاهزة معنا وصفة سهلة وصفة جميلة وكمان لذيذة جربيها ومش هتندمي تعالوا بعد كده نغرب بقى الوصف بتاعتنا ونشوف الشكل النهائي للوصف انا بحب اقدمها مع الرز بالشعرية وهي اصلا الوصفة دي مناسبة جدا مع الرز بالشعرية تقدر يتقدمها مع رز ابيض عادي جدا بس بصراحة انا بفضل الرز بالشعرية بيبقى طعمه جميل جدا مع البطاطس بالكفتة فبرضو تقدر تتجربها او تجرب الرز بالشعرية معها دي حاجة رجعالك رز ابيض رز بالشعرية دي حاجة رجعالك بنغرب كده الرز بالشعرية وبعد كده اضع الكفتة ونشوف تعالوا مع بعض نشوف الكفتة اديه متماسكة لو عايزة تطلع نجحة معك ومثبوطة شوف الفيديو اللي قبل ده والتزم بالمقادير اللي قلت عليها وبإذن الله هتطلع معك نجحة 100% شايفين متماسكة ازاي؟ ياريت لو اول مرة تشرفيني في القناة تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد ويا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكو وتكون استفدته واقول لكم مرة تانية تفرجوا على الفيديو اللي قبلتها علشان تستفيدوا اكتر وتعرفوا مقادير مزبوطة لقفتة الرز اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخي انا مطبخش مع عبدالغني تعالوا قبل ما نقفل مع بعض هوريكو كده واحدة من الكفتة ونشوف قد ايه هي متماسكة من جوة مش مش مفرولة ولا هتفك معاكي تعالوا نشوف مع بعض زي ما انتم شايفين كده جمدة جدا وانا بقسمها عشان اوريكو ازاي ان هي مزبوطة جدا جدا بالنسبة للناس اللي بتشتكي ان هي بتفك منهم الطبع بقى المقادير المزبوطة بتاعتي ان شاء الله مش هتندان اشوفكم بان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة مرة تانية شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا